في مدينة روتردام الساحلية بادرت إحدى الجمعيات إلى بناء جسر موقت للمشاة يربط لمدة شهر عدداً من مباني وسط المدينة بحيث يتيح للزوار الاطلاع على أفكار لكيفية استخدام السطوح في هولندا التي تعتبر من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم وبين المعرضات نموذج لمشروع تجريبي لقرية على السطح ينتظر الشروع في تنفيذه موافقة السلطات البلدية وستكون هذه القرية مؤلفة من منازل صغيرة مبنية بمواد مستدامة وستحوي مساحات زراعية ويقر القائمون على المشروع بأن تحويل المدينة قد يستغرق عقوداً لكن الجولة على السطوح تعطي فكرة عن مبادرات ناجحة سلطت الضوء عليها مبادرة أيام السطح التي دابت الجمعية على تنظيمها منذ ست سنوات انزولت هذه القرية مبادرة عن طوان منغراحها فكرة نضيحة هذا الشيء يدعون من الهجوم يدعون الهجوم يدعون من الهجوم يدعون مجرد ويجعلون هذا المسطح ويجعلون أن يدعون ويجعلون أن الهجوم يجعلون محاولة ويجعلون الهجوم وتجري الجمعية منذ العام 2018 اختباراً للسطح الذكي الذي يمكنه تخزين كمية اكبر من مياه الامطار لاستخدامها في ري المزرعات ويمكن التحكم في تدفقها باستخدام توقعات الطقس وقد نجحت هذه التجربة وتم تطبيق مثلها في مدن هولندية عدة